اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقة جديدة في برنامجنا المسيح في انجيل يوحنى بنتابع مع بعض تأملات عميقة وافكار بنسترسل فيها عن عمل المسيح انجازاته اعماله معجزاته قدراته تعليمه وهويته وماهيد جوهر ارساليته جزء اللي احنا وصلنا لي يا حبائي في اصحاح تسعة من انجيل يوحنى الحادثة الشهيرة على خلفية الكلام ده حادثة الرب فيها شفى مولود اعمى واحد مولود اعمى ما شفش النور الرب شفى بطريقة معجزية والحادثة دي عملت ضجة كبيرة في المنطقة بين اليهود وحتى اهله هيجبوهم ويستجوبوهم لكن الرب هنا بيسترسل معهم في حوار عن ماهيد طبيعة جوهره وارساليته وهنشوف الرب هيفك بعض بعض المعاني في حواره مع اليهود ما زلنا يا حبائي في يوحنى تسعة قصة المولود اعمى بنتأمل في هذه الحادثة الشهيرة اللي شفى المسيح الرجل المولود اعمى ده بطريقة معجزية اثارت ردود افعال متباينة لكن بعدها اعلن الرجل ده ايمانه بكل جهارة برغم تحدي ومقاومة رؤساء اليهود ليه والفرسين وهنا هنشوف بقى حوار بدور بين اليهود والرجل الاعمى ده نفسه بيستجوبوه وطبعا الرب بعد شوية هيظهر مرة تانية على الساحة لاحظتوا حبائي ازاي الراجل ده في الجزئية ده من صحح تسعة الفاراجراف ده من 34 لغاية تقريبا 30 بكل بساطة الراجل المولود اعمى شهد عن ايمانه وارتباطه بالمسيح بكلمات في منتهى الوضوح قال كنت اعمى والان ابصر وللأسف بدل ما يصدقوا ويؤمنوا ويسلموا بحقيقة من هو المسيح المسيح المنتظر المعين من الله كالمخلص كالديان كاللهيجي هيرد الناس لعلاقة صحيحة مع الله لكن بتشوف هنا هيبتدوا يقوموا ويشتموا وكمان طردوا الراجل من المجمع وده بيذكرنا اننا باتباعنا للمسيح على فكرة لازم نتوقع اضطهاد وطرد وربما نفقد مكانتنا العائلية او او اصدقاء او شغلنا او ممتلكاتنا وحتى يمكن نفقد حياتنا ممكن ندفع فعلا بحياتنا تمن ايمانه لكن خلونا نتذكر دايما انه مفيش حد يقدر يفقدنا حياتنا الابدية اطلاقا اللي اعطاهنا المسيح كهبة مجانية محدش يقدر يسلبها مننا اطلاقا اسمعوا معايا احبائي بيقول ايه الكتاب عن موضوع الالم لاجل المسيح والاجل ايمان نبيه في بطرس الاولى 1.4 كلام في منتهى الهمية بيقول كما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا مبتهجين ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ليه لان روح المجد والله يحل عليكم وان كان يتألم احد كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل حاجة تانية مهمة هي ان الراجل ده مش بس استرد بصره لكن ايضا استرد بصيرته البصيرة الروحية مش بس النظر لكن البصيرة الروحية مش بس عينيه الجسدية لكن عينه الروحية تفتحت لاحظوا زي ما ذكرت من قبل حباق التدرج في اختباره بمعرفته بالمسيح قال عنه الاول انه انسان بعدين سيد بعدين نبي ثم الرب ومن ثم السجود والعبادة والتكريس التام له سجد له ده تدرج ونموه في المعرفة في اختبارنا مع الرب كمان بيحصل معنا وده شيء بيحصل مع الوقت كشيء طبيعي عشان كده بيوصينا الكتاب ويقول انموا في النعمة في رسالة بوترس التامية انموا في النعمة وفي معرفة ربنا يا سوع المسيح وربنا يساعدنا ان احنا نفضل ننمو ونتدرج في علاقتنا مع الرب الاعماق وافاق جديدة معه ياريت ما نقفش عند حد معين احبائي ونبطل نكبر في الرب ومعرفتنا واختباراتنا ليه بشكل يومي وإحنا بنقرأ كلمته وبنشوف معاملاته ونقضى ونقضي وقت معاه في الصلاة والتواصل ونشوف ايده بتتحرك في حياتنا في كل جانب من جوانب حياتنا وياريت كمان نفضل نكبر 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 في علاقتنا مع بعض في الكنيسة عشان كده الرب على فكرة حطنا مع بعض كأعضاء كثيرة في جسده الواحد بيقول نشجع بعض ونوجه بعض ونحرد بعض على التقوى والمباشرة والمواظبة في حياتنا الروحية في تواصلنا مع بعض وخدمتنا مع بعض بنتعلم من بعض وبنتعلم في معاملاتنا مع بعض عن الرب كمان أكتر وبنعلم بعض أكتر بحاجات وباختبارات عملية وبواقع الحياة فعايز أقول لك أخي وأختي لو كنت طردت من بيتك وعشرتك أو دفعت تمن باهز أيا كان التمن ده مادي أو عائلي أو معنوي بسبب إيمانك بالمسيح الرب بيعوضك بيعوضك بكنيسة مليانة إخوة وأخوات عيلة حلوة الرب بيضمك لها وبيعتبرهم عيلتك وإنت بيعتبرك واحد من العيلة دي العيلة الجديدة اللي ترتبط بيهم وتكبر معهم في معرفتك بالرب كل يوم ربنا يدي لك إنك تقدر الأمور دي إنه التعوضات الإلهية دي مش قليلة دي حاجات فعلا عطية من الرب بيعوضك بيها بتعويد سماوي كأنه هدية الرب بيهديك بيها بتزيد بمئة ضعف عن ما خسرته والرب وعدنا وقال إنه محدش هيخسر أي شيء أو يفقد أي شيء من أجلي إلا وينال مئة ضعف مئة ضعف في هذا الظهر وفي الظهر الآتي أيضا حياة أبدية إلهنا رائع إلهنا عظيم إلهنا عادل إلهنا كريم وسخي بنحبك يا رب وبنشكرك لأنك أنت أحببتنا بهذا المقدار ربنا برككم أحبائي ونلتقي الحلقة الجاية بنعمة الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر